اشتركوا في القناة وكأس ابراهيم بن سعد الرميحي وكأس الوسمية للجياد العربية على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفاب الاسخير وذلك بحضور ممثلي الجهات الرعية للسباق وسعادة سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام شيخ سلمان بن راشد الخليفة المدير التنفيذي لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس الوسمية الى المضمر الفائز يوسف طاهر فيما قام السيد حمد بن ابراهيم الرميحي مساعد رئيس ديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد وابنيه ابراهيم وعبد العزيز حمد الرميحي بتقديم كأس ابراهيم بن سعد الرميحي الى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة وكذلك تقديم جوائز الى المضمر والفارس والسايس الفائزين بالمركز الاول في الشوط السادس ثم قام ممثل عائلة الحواج بتقديم كأس الحواج للشوط السابع الى المضمر الفائز جيمس نيلور وكأس الحواج للشوط الثامن الى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة اشتركوا في القناة